اهلا بكم من جديد مشاهدين نظمت مؤسسة اصدقاء الارض جولة للبحر الميت ونهر الاردن ونبعة العوجة حيث تم هناك اعطاء نبذة عن كامل عما تعاني هذه المناطق من استنزاف لمياهها ونهبها من قبل قوات الاحتلال كما تم تسليط الضوء على موضوع الحق الفلسطيني بمياه البحر الميت وكذلك ضرورة المطالبة بها من الجهات الرسمية ووسائل الاعلام للحديث مشاهدين بشكل مفصل عن هذه الجولة ينضم الينا مباشرة من بيت لحم السيد عبد الكريم شريتح مدير مشروع نهر الاردن في مركز التطوير المائي والبيئي مساء الخير لك سيد عبد الكريم بداية ما طبيعة هذه الجولة وهل من مخاطر جسيمة للمستموها خلال هذه الجولة على ارض الواقع تتعلق بالثروة المائية لفلسطين مساء الخير للجميع بداية اسمح لي أن أتقدم بجزيل الشكر لإخواننا في مكس معا الفضائي واللي شاركونا في جولتنا اللي قمنا فيها بشبكة أصدقاء الأرض الشرق الأوسط مركز تطوير المائي والبيئي اسمح لي بداية أن أعرف بهذه الشبكة هي منظمة فريدي تقف في طليعة حركة صنع السلام البيئي البيئي هدفنا الرئيسي هو دعم الحقوق الشرعية الفلسطينية خاصة المتعلقة بالمياه إضافة إلى تعزيز الجهود التعاونية لحماية تراثنا البيئي المشترك وللقيام بذلك نسعى لدفع التنمية الإقليمية المستدامة إلى الأمام وخلق الظروف الطبيعية لإحلال السلام العادل والشامل في منطقتنا على حد سواء اسمح لي بداية أن أتحدث عن المشروع لنهر الأردن حيث أن نهر الأردن يمتد من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ويتدفق بمياه تاريخية عبر التاريخ من اللدان شمال إسرائيل وحاص باني وبانياس في سوريا ولبنان طول سهول هذا النهر 360 كم وطول مجرى النهر 200 كم حيث كان تدفقه التاريخي مليار و300 مليون متر مكعب عبر السنوات إلا أنه تم استغلال هذه المياه العذبة التي كانت تدفق في مجرى النهر وتخدم جميع المواطنين الموجودين على ضفاف هذا النهر حيث تم استغلال 98% من المياه التاريخية من قبل إسرائيل وسوريا والأردن وكان الجانب الإسرائيلي أكثر شيء في استغلاله لمياه النهر نتيجة لهذا الاستغلال الجائر قمنا نعمل سويا على هذا المشروع وإعادة الحياة لنهر الأردن حيث عملنا على إجراء دراسات عبر مختصين وناس من الدكاترة المختصين في الجامعات والاستشاريين من الأردن وفلسطين وإسرائيل لتثبيت الحق الفلسطيني ومدى استغلال مياه النهر ليرى مشاهدين أنه 98% من مليار 300 مليون متر مكعب يستغل من النهر والمأساة الثانية أنه يلقى في مياه النهر مياه المجاري للمستوطنات بدل من المياه العذبة سيد عبد الكريم لو تحدثنا بشكل مفصل أكثر ما طبيعة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي واستنزافه للموارد المائية في هذه المناطق الثلاث التي نتحدث عنها يعني كيف يقوم الاحتلال فعلا باستنزاف هذه المناطق والسيطرة على المياه للأسف الجانب الإسرائيلي هو مسيطرة تامة على هذه المناطق من البحر للنهر إضافة إلى الأحواض المائية يعني إحنا كفلسطينيين لن نملك أي جزء على النهر ولا البحر فلذلك نعمل في ضمن هذا المشروع لإعادة الحق الفلسطيني إن شاء الله ونجري في هذه الدراسات لتسليمها للجهات المختصة إضافة إلى الدراسات الموجودة بين إيديهم ونثبتها ضمن دراسات ليقوموا بالاطلاع عليها ومدى أهميتها من عدة جوانب يعني في زيارتنا الأخيرة اللي كانت بـ 19-1 لمجرى مياه العوجة نزلت السنة قبل موعدها بـ 19 يوم نتيجة وجود أمطار الحمد لله غزيري كانت في المنطقة لما وصلنا إحنا هذا الموقع بعدد من الزوار اللي كانوا مشاركين معنا ولجنة نهر الأردن شاهدنا شركة مكوروت تقوم بعملية إصلاح للمحطة لشفط المياه الفائضة رجعنا المساء على مجرى العين لقينا المي جئناش فيه وجاف في العين ما فيه مي ففورا هم بتحركوا لما بيشوفوا أي شيء بدوا يخدم الجانب الفلسطيني من هناك تحركنا كمان لموقع آخر اللي هو المغطس سبب زيارتنا للمغطس كان هو توصيل رسالة لجميع الشعوب وجميع العالم بتثبيت الحق الفلسطيني في هذا الموقع وهو موقع تاريخي يعني شاهدنا أعداد كبير من إخوان الحجاج المسيحيين في هذا الموقع بالآلاف كانوا موجودين في هذا الموقع ولما وصلنا هناك يعني أنت ما بتشاهد إلا ثكنة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي موجودين في هذا الموقع وهذا الموقع هو موقع مغلق عسكريا يسمح فيه سبع أيام في السنة من 12 شهر إلى 19 شهر سيد عبد الكريم أنتم أيضا من خلال عملكم تطالبون المواطنين بالتحديد المواطني الفلسطيني في منطقة الأغوار بالتواجد في هذه المناطق الطبيعية التي يقوم الاحتلال بالسيطرة عليها برأيك إلى أي حد يساهم تواجد المواطن في البحر الميت وفي النبع وكذلك في كافة المناطق إلى أي حد يساهم في الحفاظ على الهوية الفلسطينية العربية لهذه الخيرات أكيد لو لا وجود مواطننا الفلسطيني وصبروا على العناء والمشقة من اللي بيشوفوا من الجانب الإسرائيلي لن يكون هناك أي وجود كمؤسسات غيرها